إذن هذه المشاكل لو أنا اتكلمت على ضعف التمويل كأول حاجة ممكن تؤثر على أي منظومة صحية في العالم أنا في البداية هقول إن إحنا فيه تريليون جنيه تم تخصصهم من موزن العام للدولة من 2014 ل2023 هذا الرقم يمكن دولة الرئيس لما قال يعني الدولة في خلال التسع سنوات صرفت كام ده جزء الخاص بالصحة فقط وطبعا الدولة يعني يوجد بها قطاعات كتيرة جدا لكن إحنا الحمد لله قدرنا أن إحنا يعني يكون فيه هذا المبلغ علشان يقدر أن هو ينقل موزنة وزارة الصحة 13-14 من 32 أو 33 مليار جنيه إلى 222 مليار جنيه يعني إذا إحنا كنا في 2014 الميزانية السنوية اللي بتجيلنا من الموزن العام للدولة كانت 42 مليار وصلنا إلى 222 مليار السنة اللي فات معدل زيادة ممكن تبقى 424 في المية ممكن حد يشوف الرقم ده ويقول ده رقم كويس جدا أنتوا طبعا يعني كده بقيت وزارة تستطيع أنها تحقق كل النجاحات الفلوزي راحت فين؟ الفلوزي راحت في مبادرات رئاسية 100 مليون صحة راحت في الرعاية الأولية راحت لهاية الإسعاف راحت للتأمين الصحي راحت لهاية المستشفيات ومعادة التعليمية راحت لقطاع السكان وتنظيم الأسرة راحت في القوافل راحت في تطعيمات تاني وزارة الصحة المصرية بتتعامل مع الطفل قبل أن يولد من خلال مبادرات خاصة بصحة الأم والجنين مرورا بصحة كبار السنة فوق 65 سنة و70 سنة كل دول عندنا لهم خطوات للعلاج وخطوات للمتابعة هم دول اللي بيروح فيهم التريليون جنيه لكن ممكن حد يتصور أن التريليون دوله كويس أو كتير المقاييس اللي احنا نقول عليها 34 مليار كويس ولا 222 مليار ده كويس أوي الحقيقة في معايير عالمية إحنا مصر مصنفة كدولة دمن Low Middle Income Countries أو هي من الدول متوسطة الدخل الأدنى هي تصنفة كده بتتحسب على حسب دخل الفرد أو نصيب الفرد في الدخل العام للدولة أو إرادة الدولة فده تصنفنا طيب إحنا فين من دمن تصنيف الدول اللي زينا في هذا التصنيف تبقى للبنك الدولي إحنا أحسب منهم إحنا بنصرف نصيب الفرد في المجتمع المصري من الصحة حوالي 48 دولار أنا بتكلم على سنة 2020 48 دولار يمكن زادوا دلوقت شوية قيمة الدولار طبعا لما ارتفعت هتأثر على القيمة بالجنيه طيب هو ده حلمنا واللي احنا حلمنا أن احنا رايحين أن احنا نبقى جزء من الدول اللي هي بنسميها upper middle class countries اللي هي نسبة المتوسط الدخل على النتج القومي المحلي أكتر من عندنا وده هدف استراتيجي الدولة المصرية حطاه في خطة 2030